السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزائي طالبات وطالبات للصف السادس الابتدائي النهاردة ما عدنا ان شاء الله حل كتاب الاضواء جيم صفحة 152 نبدأ بسم الله طبعا حضرتكم هو بيجيب لك هنا اجابتين وطبعا هو بيقر عليك سؤال واجابة وحضرتك بتشوف الاجابة الصحيحة وبتحط عليها دائرة ويبدأ يخش مسلا يسأل سؤال كم سعر فطيرة التفاح بعدين يبدأ يقول مثلا إنها بعشرة جنيهات طبعا نبدأ نحوط عليها ونحط دائرة حوالين الاجابة الصحيحة بعد كده يبدأ يسأل سؤال تاني ماذا فعلت امس مثلا يقول أنا قطعت الخضروات أمس يبقى لي بدأ نحط دائرة حوالين الاجابة الصحيحة اللي هي اي الجزء التاني طبعا جايب سؤالين وبيبدأ يقرأ عليك طبعا برضو سؤال واجابة وبتشوف السؤال الصحيح وبتبدأ تحط عليه دائرة يبدأ يسأل سؤال مثلا وليكن هل تحب فطائر التفاح؟ يصيدوه نظر بيبدأ مسلا يسأل السؤال الثاني يبدأ يقول مثلا كم سعرف طائر الليمون؟ كم سعرف طائر الليمون؟ في نص الاستماع وانت بتبدأ تكمل نوها و سعلي where did you go yesterday؟ أين ذهبت لها بالأمس؟ فسعلي ردت عليها قالت لها I went to the supermarket أنا ذهبت للسوبرماركت نوها who asked you to go؟ يعني من طلب منك الزهاب who asked you to go؟ سعلي ردت عليها قالت لها my mother asked me to go my mother asked me to go ماما أو أمي والتي طلبت مني الزهاب نوها قلت لها what did you buy؟ what did you buy؟ طبعا أنا خدت الديد هنا عشان أساسا تحت الكلام في الماضي I bought some groceries I bought some groceries أنا اشتريت بعض البقالة يبقى هنا bought التصريف الثاني من buy فنبدأ نسأل بالفعل المساعد في الماضي اللي هو did خدت الاستفهام وفاعل المساعد وفاعل والفعل في الماضي I bought some groceries in the space طبعا هنا وضعت قلبي قاله طبعا أكيد في عربة نقل البضاعة trolley ليه عربة نقل البضاعة الإجابة الصحيحة purse لو كس نقود check out لو مكان ده في الحساب shop أو shop لو محل number two I space go to wash my hair tomorrow كلام طبعا مستقبل بسيط الفاعل am is are going to الفاعل في الماضي يبقى هنا I بتود am I am going to wash my hair tomorrow number three slice fruit by space وحضرتك هنا لما تلاقي الجملة بدء بفعل في المصدر يعرف على طول الكلام بيوجه هو وهو بيوجه لك الكلام وأنا بوجه الكلام ده هو تأمى لشخص واحد في الحالة دي أنا بقول له yourself ولو بوجهه لأكتر من شخص فبقول yourself يبقى الإجابة الصحيحة طبعا ده هنا فعل أمر الفعل في المصدر slice fruit يعني أطع الخضروات بنفسك الإجابة الصحيحة yourself بنفسك number four I buy things space myself أنا مدام قلت أنا أنا بأطع الخضروات بنفسي طبعا الضمائر التوكيد أو الضمائر المناكسة بتأخذ حرف القرآي أنا أو سوري أنا I اشتريت things اشتريت I buy things أنا اشتريت الأشياء buy self بنفسي beige one hundred fifty three مئة ثلاثة وخمسين نبدأ number five I space a bus to school last Sunday last Sunday يبقى الأحد الماضي يبقى الكلام في الماضي البسيط يبقى نعايز التصريف الثاني للفعل I took a bus يعني أنا أخست أو استقليت الوتوبيس إلى المدرسة لأحد الماضي number six my mom chop the space to make lunch عشان تعمل الغد أطاعت طبعا الخضروات vegetables to make lunch number seven sorry mom I not to buy the groceries يبقى الاسف يا ماما أنا نسيت البقالة forget يعني نسيت remember تذكرت eight أكلة ومعناها رأى تصريف الثاني للفعل number eight Mona and Ali walk to school by space طبعا ده شخصين يبقى themselves بأنفسهم مونا وعلي ذهبوا إلى المدرسة بأنفسهم number four طبعا odd word circle the odd word and replace it with the correct one ضع دائرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها بواحدة صحيحة number one walk يعني يمشي iron slice كل دول أفعال hungry هنا صفة نحط play نحط 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 مثلا watch اي افعال في فعل صحيح number two myself بنفسي himself بنفسه himself بنفسه نحولها لضمير منعكس أو ضمير توكيدي بأنفسه number three five اطيرة kitchen مطبخ supermarket اللي هو المخبز يبقى أنا عايز مكان كل دولة أماكن يبقى نحط هنا park garden منذ أي مكان number four take ياخذ شاب يقطع ووش معناه يخسل كل دول أفعال يبقى نحط في الأفعال مثلا play iron أي فعال number five lemon ليمون pie peach او apple اللي هو التفاح ممكن نقول cherry greeze او plum او banana طبعا هنا خطاء طبعا Friday is a holiday for all people يعني الجمعة بتكون أجازة لكل العائلة او كل الناس but my mom is busy all that day لكن المامتي بتكون مجغولة طوال اليوم she stays home and does a lot of things يعني هي بتنقص في المنزل وبتقوم بالكثير من الأشياء we help here احنا بنساعدها she does the laundry and iron shirts يعني هي بتخسل الملابس والتكويق القمصان my father goes to the supermarket to buy groceries بابا بيذهب للسوبرماركت لشراء البقالة my sister mona chops vegetables and sliced fruit يعني أختي mona بتقطع الخضروات بتقطع الخضروات and sliced fruit بتقطع الفاكهة إلى شرائح I feed the birds أنا أطعم الطيور we have lunch at home in the evening يعني احنا بنتناول الغداء في المنزل in the evening في المرسا we watch TV بنشاهد التلفاز to the correct answer from ABC already number one I space helps my mom احنا كلنا الكل بيساعد الام my father طبعا خطأ my sister لا my mother number two they have lunch space طبعا هما تناولوا الغداء من القطع at home في المنزل number عندي B answer the following question where does the father go أين ذهب الوالد أو الأب طبعا he goes to the supermarket نبدأ الأول بالفاعل بنحذف نستفهام والفاعل نبدأ بالفاعل الفاعل طبعا he وجوه تنحط تبقى goes عشان ده طبعا مدرع بسيط he goes to the supermarket وذهب إلى السوبر ماركت number four who slices fruit من قطع الخضروات طبعا my sister mona one hundred fifty four من اربع وخمسين طبعا ده ايميل write an email your friend علي يبقى طبعا الاسم your friend علي ده ينحط عند كلمة ايه ايه ينحط عند كلمة تو يبقى تنمرسل اليه نبدأ ندور علي بعد كده نكمل to tell him اخبره about الموضوع بعد كلمة about the day ويوتو حوالي ايه يبقى الموضوع يبدأ بعد كلمة about the day you you went to the supermarket to buy groceries كل ده نحط عند كلمة subject الموضوع يبقى اذا الموضوع يأتي بعد كلمة about بعد كده your name is haady انت اسمك هادي يبقى نبدأ ندور على الاميل اسمه هادي ده يبقى انا الراسي يبقى نحط عندك المدفور نبدأ الاول ايميل to ali at student dot com from haady student dot com subject the day i went to the supermarket to buy groceries يعني يوم انا ذهبت الى السوبر ماركت لشراء البقال dear ali how are you and your family يعني اها كيف حالك يا علي وكيف حال عائلتك i would like to tell you about انا اود ان اخبرك عن ونبدأ نكتب الموضوع اللي هو في الجملة the day i went to the supermarket to buy groceries i went to the supermarket انا ذهبت الى السوبر ماركت بعد كده نقول ايه i wanted to buy groceries from my mother انا اردت الشراء البقالة for my mother لامي i bought the groceries in the trolley انا وضعت البقالة في عربة نقل البضاعة i forget the money يعني نسيت الفلوس i ran back home and got the money انا رجعت المنزل وحصلت على النقوط then ثم i went to the checkout او اذهبت الى مكان ده في الحساب the cashier is very kind يعني اللي هو السراف يكون رجل طيب او عطوف the prices are cheap يعني الاسعار بتكون رخيصة see you soon نختم بsee you soon اراكوا قريبا يورز علي number seven rearrange the following words to make correct sentences نبدأ الاول i الفاعل وتصرف الثاني للفعل الفاعل فعل ونكمل الجملة i stayed home on Tuesday يعني انا مكاسف المنزل يوم السلساء number two ان نبدأ بفعل المنساعد وفاعل والفعل في المنصدر did wrong me forget the list هالرامي نزه القائمة punctuate or punctuate the following sentences ترقيم نبدأ الاول بحرف capital ونبدأ نكمل الجملة هاني ده اسم يبقى برضو نحط اول حرف منه capital من الاسماء number two نبدأ برضو y بحرف capital و did not طبعا الابستروفي الاختصار وبكده نكون وصلنا لنا نهاية الفيديو هتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى مع تمنيات بدوم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة